الولد مع الأم أو البنت مع الأم ممكن يجننها وهي تركض وراء تقول له طب بس كل الأم هي الأساس التكويني النظامي داخل البيت الأب ما يقدر يصنعه الأب تابع للنظام ولا يخلق نظام بعض البيوت لم يصير اجتماع وليا أمور الناني هي تحضر ممكن الطفل يصير يحبها أكثر من يحب أمه حط الأثنين جدان بعض وقل أختار واحدة راح يروح لحق الناني فلذلك التربية هي أنك تكون أذكى من أبنائك وليس أقوى من أبنائك الآباء وهما أكثر أطفاً على الأبناء الأمهات أقوى من الآباء؟ في الروتين نعم بل بعض الأمهات تمشي الآباء على الروتين معي هذا كل دكتور أكيد نعم صحيح جهاز ملك خاص فيه وحساب دون السنة القانوني أنت قاعد دمر ابنك أنت مقاعد كافة ضرب الأولاد نعم مع ضد مع أنا مع ضرب الأبناء إذا كنت بتخسر أبنائك أيوة أيوة طيب دكتور في عندي سؤال سلم بس ما كن صعب لا لا ما شاء الله عليك السؤال سمعت مرة حوار بقول لك إحنا تكلمنا عن الضرب وتقول أنت مع الضرب إذا بدك تدمر أو لذلك إجابة جميلة صراحة يعني أخذت الاتنشن تبعي كله دكتور بقول ضرب طيب أنا بعرفه من زمان يعني متابعه ولا حلقة بتروح في عندك الوجه الآخر للتربية اللي هو ماما تعال نتنفس مع بعض بابا بدي ياك تكون متفتح إهدى يا بابا ورؤم اللي هي التربية 2023 أوفر شوي انت فاهم عليه فسمعت لأحد الأشخاص اللي مش بالضرورة أتفق مع كل شيء بيقوله ولكن اسمه جويدن بيريرسون هو كلينيكال سايكولوجست فكان بيتكلم عن طرق التربية الحديثة خصوصا للأسر الفوق المتوسطة وين الأب والأم يعملوا ومشغلين بشكل كبير عن الأولاد وعن البيت بحكم الحياة الحياة تراها تشغل وبقول دكتور إنه في هذه الأسر تحديدا اللي بيصير إنه الأب والأم عندهم تأنيب ضمير مستمر بالابتعاد عن الأولاد ابتعادهم عن الأولاد عندهم تأنيب ضمير مستمر فلما بيظهروا آخر ساعة من النهار بيوموا يعطين الولد كيف يعطينه زيادة عن اللزوم تقدير زيادة عن اللزوم إطراء زيادة عن اللزوم أجهزة زيادة عن اللزوم جوائز اعتقادا منهم إنه هم بعوضوا عن النقص اللي هم تسببوا فيه ولكن الواقع يقول دكتور إنه هم بعوضوا نفسهم عن التقصير اللي هم يشايفينه في نفسهم الأمر اللي يؤدي إلى إنه هذا الطفل لما ينشأ في هذا المحيط ويطلع بره للعالم هو يحمل خصال نرجسية إلى أبعد الحدود لأنه حصل على كل شيء بسهولة وبالتالي لما بيطلع بره وبيجي مثلا مختار بقول له حبيبي تعال أنت بيش بالبيت عند ماما وبابا اللي عملته مش كويس بقول له كيف أنت بتكرهني أنت عدوي أنا ماما كانت تقول لي أنه أنا أحسن واحد في الحال هل هذه المشكلة حقيقية؟ نعم نحن عندنا في المجتمعات طبعا في المجتمع الأجنبي نحن نتكلم عنه لكن اليوم في مجتمعاتنا العربية بشكل عام نحن نحطها بين قوسين الدلع هو التدليل الزائد صحيح تمام التدليل الزائد هو أني أنا لا أشعر بتأنيم ضمير في تقصيري مع ابنائي تمام فأنا أعطيك كل ما يطلبه ليش بتصير هاي ليش بتصير عشان بابا مشغول مع الربع ولا بالشغل وماما مشغولة بالطلعات والنزلات في الغالب مو بالضرورة أن يكون هذا شيء لكن في الغالب ظنا منهم أن حب الأبناء يتكون من خلال العطاء العطاء المادي نحن نتكلم عنه الملموس وليس المحسوس طبعا تمام فاليوم لما أنا أبني قاعدة عندي في البيت أن ابني لما ينجز أي إن كان أعطيه مكافأة مادية والمكافأة مادية تزيد مع الإنجاز مو شاط أن يكون إنجاز إنجاز لا لأنه أبني تمام عشان ما يحس أنه مقصر عليه من حيث الأقرناء أقول لك شغلة هنا في نقطة أساسية شبت هذا الدلال الزائد مشكلته ليست الأبناء ولكن مشكلته الأباء علشان أنا لما أجلس في جلسة مع أخواني مثلا أو في الزوارة مثلا أو في تجمع أسري علشان ما يقولون عني أني أنا مقصر مع عيالي تمام علشان ما يقولون عني أنك أنت بخيل مع أبنائك أه شوف شو ملبسهم شوف تليفونهم ما عنده تليفون وي مسكين ويلدك ليش ما عنده تليفون ليش حرام شوف بنتك شون تقعد تطول في الآيباد آيباد بنتي سنشتر لها تليفون هذا الضغط الاجتماعي حتى أفتك من هذا الضغط الاجتماعي أشع ما خذي ليس آيباد آيبادين نعطيك نعم تمام فظنا منهم أن هذا الشيء سيكون علاقة سيكون حب سيكون عدم تأنير ضمير في ذات الأب والأم وهذا الأساس الذي يتعاملون فيه مع الأبناء وهذا أكبر خطأ بل أنا عندي أن أرى أن هذا أكثر ضررا من الضرب ليش؟ لأن الضرب ضرب مؤقت انفعاليا مؤقت الدلال الدلال مفتوح ويزيد أحسنت ويزيد خارج نطاق الأسرة عندما يخرج الأبن برا الأسرة يذهب إلى مدرسة ويذهب إلى وظيفة ماذا سيكون وضعها؟ أنا أم و أبوي أعطينا كل شيء أنا لو أطلب أعطي وبعدين يأخذها يتحول هذا العطاء إلى تهديد قل لي ما أحسنت قل لي ما اليوم أنا أعطي أبني كل شيء صح؟ يكبر أبني يبقى أبي رينج 2023 ما عندي من أين يبلك؟ كيف؟ كيفك تصرف؟ كيف ما عندك؟ أنا أبي 2023 أبي الرينج أنا أذهب إلى الدوانية حين مع ربعي وكل واحد عنده موتر أقول لا أنا ما عندي؟ ما يقولون عني؟ بتيب لي أو أطلع برا البيت؟ ما سأفعله؟ حتى لا يخسر ابنه يضطر أنه يدخل في متاهات أخرى إرضاء لنرجسية الأب وما يجي يقول لك أولادي بيشفوني كأني بوك بس هذا هو محفظة يعني فاليوم أولادي شايفيني كريدت كارد هذا هو الكريدت أنت لما أنت الآن في هذه المشكلة ويولي كشخصي دكتور عندنا هذه المشكلة أقول أنت أينك من زمان؟ أنت أين أينك؟ أنت أين لي لما طاح الفاس في الراس؟ ماذا نحل المشكلة؟ دخلت في حوار مع شخص ذكر لي هذه الجملة فسألته سؤال وقلت له كيف علاقتك بوالدك قال لي ممتازة وقلت له ممكن تذكر لي عشر مواقف تذكرها لوالدك عشر مواقف جميلة تذكرها مع والدك فذكر الأول فالثاني فالثالث حال الرابع فوقع وقل له كمل طلع خامس قلت له كمل دوس سادس سابع بعدين بطل عارف يتذكر فقلت له اضغط على نفسك تذكر السابع الثامن التاسع العاشر وقلت له هاي عشرة ذكرت لي عشرة بالضغط اذكر لي كم واحد منهم في أنه شرالك شيء ولا واحد دكتور ولا واحد ولا واحد من العشرة أنه والده والله يوم أخذني ويوم أجاب لي الهدية الفلانية ولا يوم شرالي كذا كلها مواقف بعضها سيئ سيئ كيف يعني يعني علقة أكلها تحت الدراج يوم لما لقى نايم مور الباب وغايب على المدرسة أكل علقة وبيحكيها وبيضحك فبقول له علاقتك بوالدك مبنية على مشاعر ولا واحدة من اللي ذكرتهم فيها عطايا فيها والله يوم شرالي التليفون ولا يوم شرالي سيئ لا لا ما ذكرت فهل تعتقد أنه التجارب اللي تحفظ مش بالضرورة تكون المادية هي لا تحفظ المادية مؤقتة وبتروح وبتروح مع ذهاب المادة أو لما خلاص وإذا تكررت تفقد قيمتها طبع 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 صح زي نفس الشي وزي الضرب الشيء اللي تكرر تفقد قيمتها تكلم أحدهم عن شيء اسمه فيتامين نو تمام سمعت المقطع أم لا 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 قالهم بالتربية هناك نقص في فيتامين نو فيتامين إن اللي هو إنك ترفض كل فترة وفترة الشيء للأولاد مش عشان ترفض عشان تخلي عندهم طعم الحلاوة تبعية الحصول على الشيء صح تتفق؟ أتفق أتفق مع هذه متها تكون ولكن لنضعها معيارية جميل المعيارية تكون في الرفض ليس له أي شيء ولكن عندها تكرار الطلب نفسه مثال يبا لو سمعت ممكن أنا خلص دراسة ممكن ألعب بلاستيشن أي ألعب؟ بكرة يبا أنا خلص دراسة ممكن ألعب بلاستيشن ألعب؟ اليوم الثالث؟ لا ليش؟ ليش يبا؟ دون سبب يبا نروح ألعب شيء ثاني ألعب كرة مثلا تعالوا معي تعالوا معي تعالوا معي تكرار الطلب مع تكرار نفس الإجابة ملل يصبح في علاقة خلاص يصبح في ارتباط هذا الارتباط يتحول إلى علاقة هذه العلاقة تتحول إلى أدمان إذا لم تعطيني إجابتي فأنا أعلن تهديدي لك أو انفعاه لك ويصبح حق مكتسب يصبح حق مكتسب ويصبح حالة لا يستطيع الأب أو الأم أنهم يستطيعون التعامل خلينا نشرح شوي عن الحق المكتسب لأنه جدا مهم أحكيني عن الحق المكتسب الحق المكتسب أني أنا أعطي أبنائي حق ليس من حقهم ثلاث أو أربع مرات وراء بعض أخي نقول مكرر التكرار لا يكون شرط أن يكون متتالي يعني أنا أريد أن أطلع لحالي مثلا أريد أن أطلع لحالك يا ولدي المشكلة ليس مشكلة الأكتيفيتي نفسها هو مشكلة الطلب مع الإجابة هنا يعتبر حق مكتسب لما تتكرر الإجابة نفسها أيها روح روح أخذ أطلع ما عندي مشكلة تتنوعت الإجابة ولكن كلها تحت مسمى نعم لما تيجي لأ بعد فترة أحسنت يقول لك نعم كيف لأ يعني كل مرة تقولي يطلع ما معنى هذه قتلي لا ما أطلع فهنا تحول إلى حق مكتسب يتحول إلى حق مكتسب ويصير فيها عناد يصير فيها تهديد ويفقد العمل نفسه قيمته طبعا بالنسبة للولد طبعا طبعا أنت بنيت وائد أشياء في الأبن ممكن أنت تتدمر كلها في هذه اللحظة يعني أنت خلاص تصدرت في موقف الخضوع يعني أنك تقول لا نعم يعني أنك تكون مستعد للمواجهة خصوصا للأبن كبر أنا أتكلم عن الأبن يعني بنت وولد طبعا طبعا فالحق المكتسب لازم يعرف الأبن حقوقه ولازم الأب يعرف ما هو حقوقه وعطيتني سؤال ترى أنت الحين دكتور ولد وبنت نعم نفس المعاملة أم معاملة مختلفة معاملة مختلفة الله معاملة مختلفة لكن نفس الطوابط كيف يعني أنا أقول لك شلون هل حقوق تختلف لأنه ولد يحق له ما لا يحق لأخته؟ وهل يحق للأخت ما لا يحق لأخيها؟ نعم في حقوق الأولى سكتت الثانية قلت أوكي أنا أقول لك ليش؟ طبعا الإجابة في بالي عشان بس تكون أوضى حق الناس أنا بس بدي أعمل شوية دراما بالموضوع كل الأستيلة ما شاء الله عليك على طول يعني أنا مش عارف أدخلت الله يحفظك عندنا شخصيتين شخصية الأنوثة وشخصية الذكورة هذه الثنتين مختلفين عن بعض الشخصيتين هذول كل واحدة لها طبائع وخصائص مختلفة عن الثانية فما لا يحق للأنثة لا يحق للذكر والعكس صحيح يعني مثال بسيط الملابس البنت تلبس لبس معين هل الأبن يلبس نفس اللبس البنات؟ لا حاليا نعم لكن حقيقيا خليكن خليكن نحن مجتمعاتنا المحافظة لا طبعا لا لكن الضابط لازم يكون لباس مستور لباس طيب لباس مرتب المجتمعي صحيح والديني صحيح إذن الضابط واضح واحد لكن نوعية اللباس تختلف نفس الشيء التعاملات السلوكيات الإبن لما أتحاور معه أتحاور معه منطقيا وليس عاطفيا في المقام الأول العاطفة موجودة لكن البنت العاطفة أول ثم القناعة لأنها إنسانة عاطفية أكثر من ما هي جميل منطقية يعني أنت عارف أنت رافض السبب يعني هي الطالبة منك طالبة مثلا بطلع مع صديقاتي تقلت لها لا أنت عارف ليش لا رفضت لأسباب معينة لما تقول له هذه الأسباب هم راح تقتنع تمام؟ لكن لما تقول يا بنتي أنا خاف عليك أنا أحبتك وراح أولح عليك يا بنتي لو تحكي هيك لأبنك أحب لك ما لك أشيك سخي النظام سخي لكن الأبن لا تعالى في المنطق أكثر تمام؟ فالتعامل يختلف الساعة كم؟ أم تحكي ترده؟ لا عشان هيك لا بالضبط لا عشان السلوكيات معينة هناك المكان الذي تروحوا له أصلا مكان ما هو مناسب لكم تمام؟ فالمنطق يختلف التعامل يختلف لكن الضابط واحد والنظام داخل البيت يكون واحد هذا هل يحق للذكر ما لا يحق للأنثى؟ يحق نعم كيف؟ نعم هناك أمور يتحملها الذكر أكثر من الأنثى أو الرجل أكثر من المرأة هناك أمور كثيرة هل يحق للأنثى ما لا يحق للذكر؟ هناك لا أستطيع أن أقول لك لا لا أستطيع أن أقول لك لا لدينا دراما دكتور هناك الدراما نعم لا يحق لها ويحق للرجل ولكن الآن أصبحت الأمور مختلفة نوعا ما بسبب التعامل الآباء لهم كطبيعة طبيعة بشرية نتكلم اليوم لما تكلم عن مجتمعات سابقة أقول لك نعم ما يحق هنا لا يحق هنا وإلى آخر والذكر لأمر مفتوح والبنت لها الأمور مغلقة لا أنت لا تتفق مع هذا الموضوع الآن؟ الآن نحن في وضع مختلف تماما نرجع نقول تحت ضوابط محافظة لا تخل لا شرعا ولا قانون ولا عرفا جميل هذه ضوابط الثلاثة لكن هل بنتي لها مثلا حق أنها يكون لها موبايل؟ نعم نزل ليش الأبن يكون لها حق موبايل ولله عشان تتصل عليه لما يكون معاك مشكلة نزل البنت نفس الشي في الغالب شي يقول بعض الأبا أو الأمهات لا البنت مع أمها دائما تكون مع أمها أمها وين ما تروح البنت معها والولد يسرح ويمرح وين ما يبيه هذا غير صحيح لا لا طبعا خلي البنت تطلع تطلع تحت إشرافك تطلع مع مجموعة كما الولد كما الولد بس أنت واثق مع من تطلع معه مثل تطلع مع خالتها مع أمتها مع أم صديقتها خذ تطلع أنا بالعكس أنا مع أنها تشوف بيئات مختلفة حتى تتعلم زيادة لأن إحنا تربياتنا مع أبناء أنت رح نعطيهم ثمانين بالمية من المعلومات والسلوكيات عشرين بالمية يأخذنا كلام والله دكتور أنت كتير إيجابي ثمانين بالمية دكتور هاي أول نقطة أختلف معاك فيها عشان البودكاست أنا بقول أنا رأيي المتواضع والله أعلم أنا بقول لو وصلت لأربعين بالمية فأنت إنسان محظوظ بس أنت مخلت نكمل صدل أنا أعلم ثمانين بالمية نحن نعطيهم لأبنائنا كمعلومات والسلوكيات والعشرين بالمية وين تكون؟ المجتمع لكن قيمة العشرين بالمية أربع أضعاف الثمانين بالمية يعني 50-50 تأثيرها أكثر أكثر استمراريتها أكثر تغيراتها أكثر لكن الأساس الذي نحطينا هذا اللي نتعب عليه نحط الأساس وخلي الأبني نطلق ماذا سيكون لدي؟ سيكون لدي ابن شخصية قوية وآثق من نفسي تحمل مسؤولية يختلط عنده خبرات الحب ولا الخوف دكتور؟ الحب الحب أقوى من الخوف أقوى الحب أقوى أقوى من الخوف نعم الخوف يعطي نتائج ولكن ليس لمدى بعيد الحب يعطيني نتائج وتستمر لطول الأبد أعطيك مثال يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاة ابن آدم ينقطع عمله ألا من ثلاث المن ينتفع به صدقة جارية وولد صالح يدعو له هل ولد صالح يدعو له حباً ألا خوفاً؟ يدعو له حباً ألا خوفاً؟ حباً طباً حباً إذا كان خوفاً يدعي عليه الله ريحنا يدعي عليه وهذه وسمعناها أتوقع سمعناها معي صارت معي شخصياً تصل عليه طبيب دكتور شاب يقول لي دكتور نحن نتكلم عن موضوع الأباء والأمهات يقول لي دكتور أنا أقول لك الله لا يرحم أبوي ولا الله يعافي أمي أبي أثنين هم يموتون أبي أفتك لماذا ابن حلال هذا الطبيب؟ يعني فاهم ودارس وعارف ومفروض أنه نشأ صالح بالضبط يقول لي أنا قمت أنا حين دوري أنا أدير البيت أنا أدير بالي على أخواني أم و أبوي دائماً مشاكل بينهم مشاكل على أتفه الأسباب كل واحد صار في صوب وصارت حياتهم أهي الأساس دون حياتنا فقدموا حياتهم علينا فيقول أنا عشت حياتي كلها أنا ما خذيت من أمي لا حب ولا خذيت من أبوي حب أنا ما أذكر من أنت أبوي ضمني آخر مرة ولا أمي قبلتني آخر مرة ما أذكر زي شو أنت تبيد علهم ولا داع عليهم هو يقولها وجعاً حرقة من داخله وهذا ما يلعم هو إنسان في النهاية لكن لما نيه حق الواقع حباً أكيد سؤال دكتور من أحد المتابعين عن إحباط الأمهات المعاصرات من عدم قدرتهن على عيش حياتهم الكهيد الترفيهية كما يشاءون بسبب ارتباطهم بتربية لعاية الأولاد مشكلتها أعلل أعلل وعرض ما تحتوي خط بعد هي حطت نفسها في هذا الموقف أنا أقول لك كيف اليوم نحن تربيتنا مع عيالنا نحن نعيش ليس لهم نحن نعيش معهم أنت يا أب يا أمت لك حياتك الشخصية لك حياتك الاجتماعية لك حياتك الترفيهية والأبناء لهم حياتهم كذلك لكن أنت كأب لما تفرغ نفسك في كل شيء لأبنائك فقط متى ستستمتع في حياتك؟ تدري متى يستمتعون؟ لما يوصل عمره خمسين سنة لما يزوج عياله يخلصهم كلهم يقولهم يا الله خلاص أنا ربيتكم وعلمتكم وزوجتكم الحين أنا أشوف حياتي أنا وأبوكم يا سلام نزوينكم من قبل فالأصل أن نحن نعيش مع أبنائنا وليس لهم الله أعيش معهم أعيش معهم بلحظاتهم أعيش معهم بأفراحهم أعيش معهم في سلوكياتهم في مواقفهم ويعرف ابني أن هذا وقت راحتي أن هذا الوقت مثلاً دراستي قراءتي أي إن كان أو علاقتي مع أمكم أو أبوكم أنا أمكم هذا الحق لي أنت لازم تعرفه لكن شون راح يعرفه ولازم أن أعلمه يعني الأولاد اللي يتسببوا بطلاق الوالدين هو مش غلط الأولاد هو غلط الوالدين لأنهم ما عرفوا يديروا علاقتهم بأولادهم ما عرفوا يديرونها ولا يعرفون ما يعلمونهم ما علموهم متوقتي الأولويات طبعاً أنا عندي أولويات خاصة أنا ابنائي في البيت لما يعرفون لما يصار عندي لايف مثلاً أو يصار عندي لقاء في البيت هم عارفين أقولوا لي يا لأ أنا عندي لايف في المكتب وهم جالسين في الصالة نهائياً كانهم موجودين تعمل لهم هيك بيختفي وشفت المقطع اللي خلوات شفت أشلون شفتوا صح وريتك إياه وعمل لهم هيك يختفوا كلهم علمنا دكتور كي حاضر أدعالها الطاري هذا المقطع يعني كان الهدف منه ليس هدف يعني ليس فن يعني لهو الأساس تعليم ترفية تعليم ترفية أحسنت كأن الناس تنزعج تقولوا عيالنا وعيالنا نزعجون نزعجوننا في البيت وما أنا قادر زي لما عيالك ما يكونون في البيت تخيل لو أنت عندك هذه أنك تتخفي عيالك تشتعلهم تخفيهم وانوي ما تكد ما مستحيل مستحيل تستعملها في بعضهم يستعملونها لكن ما قدر فلذلك أنا عندي إزعاج الأبناء راحة إزعاج صوت الأبناء في البيت راحة لا لما بنام وبتشاكل بدك تصحيهم تصحيهم تعالوا ويكم تعتدر منهم تحبهم تقبلهم تتأسف على ولا لما يسافروا مثلاً ولما تسافر أنت تكون لوحدك مثلاً بالليل وانت بتفكر أنه وين هما موزنون بالضبط فلذلك مهم جداً علاقة نحنا مع عيالنا والعلاقة لا تأتي إلا عن طريق الأباء والأبناء تسمعين؟ يعني اللي بتقولك أنا مشغولة فيهم هذا مشكلتك أعطيهم وقتهم ولت وقتك هل فعلاً المدارس تصنع موظفين لا رواد أعمال؟ هل نلوم المدارس على هذا الشيء؟ لا 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 البيت لأن ريادة الأعمال هي مهارة أكثر مما هي علم والمدارس تعطيني الكيز تعطيني المفاتيح وأنا بطريقتي أستخدم هذه المفاتيح المفتاح لا تستخدم إلا بمهارة أنا لما أعطيك مفتاح وما تعرف تفتح الباب ما الفائدة للمفتاح؟ ما لا فائدة؟ على الفاضل لما أعلمك ما تفتح الباب؟ ستقدر تفتح أي باب ولكن هل هناك مشكلة بالنظام التعليمي الحالي؟ الحالي نعم الحالي نظام تعليمي روتيني يقتل كل ما هو إبداعي؟ لا لا يقتل ولكن لا يعطيك مساحة الإبداع هو لا يقتل لكن مساحة استخدامك للإبداع وللخيال وللتجارب ليست موجودة لأنه نظامي يعتبر النظام النظامي مشكلته أنه يحبس يكبح القدرات متى تخرج هذه القدرات؟ لما خلاص ننتهي مراحلة الدراسة تماماً فأغلب المشاريع البزنس اللي تصير ما بعد الجامعة أنا سمعت دكتور شيء جداً عجبني بيقولك كيف أنه نظام التعليمي اليوم حالياً زمان كان تلقين نعم زمان كان تلقين بعدين صار أنه إحنا نطرح المشكلة ونحاول نساعد الأطصال أو الطلاب أنهم يبتكروا حل لها ولكن قراءت شيء جديد الآن ترى مو إحنا اللي بندور على المشكلة المفروض نعلم الطفل كيف هو يعرف مشكلته وكيف هو يبحث عن حلة إلها هل تتفق ولا لا؟ في كتاب اسمه أباء كفاء تذكر الكاتبة فيه أن لا تكون أنت كجرافة الثلج لأبنائك شنو يعني؟ يعني مو أنت اللي تدخل في كل مشاكل أبنائك ماتزيحة ولا أنت اللي تعرف مشكلة أبنائك خل أبنائك هم يعرفون مشاكلهم وهم يواجهون مشاكلهم أنت عليك فقط التوجيه يعني يا ولدي لو أنا كنت في مكانك كان ممكن أنا أعمل بطريقة بتخلي الولد هو اللي يعرف مشكلته سوية لازم يعرف لازم يعرف إحنا في الغالب لأن عاطفة الأبوة تحكمنا الأم والأب لما يلي أبني يبكي دائما أفزع لأ دائما أكون أنا المتصر له زندون معرفة السبب لا بس لأنه ولدي ما أرضى أن دمعته تنزل لكن لما يعرف شنو مشكلته خلي واجهها الجد والجدة أوه بركة البيت مشكلة في التربية أم لا؟ مشكلة في التربية إذا لم تكن هناك ضوابط 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 البيت بركة البيت في الجد والجدة هذه أمر مطلوب ومقامهم عالي جدا لكن نحن عندنا في الكويت مثال نقول ما عز من الولد إلا ولد الولد إلا ولد الولد حلو؟ يعني أنت مرحلتك كأب تحت يلا عز منك فالضابط أن أنت قاعد تعلم أبنائك في البيت القانون والروتين والأمور التي تبيها الجد والجدة عندهم هذا المنسبة لهم أكسس دايركت في تخريب هذا الشيء أو ممكن فيه دون قصد عشان نكون صريحة إياكم لا أنا بحس في ضذرة انتصار في عيون أولادي لما يشوفوني مع أبوي اللي هو آه يجلي يجلي دمرك يعني وين المشكلة؟ ترى ومش بس مع الحج والحجة حتى مع العم الكبير أو العم الكبيرة كبارة عائلة لما يشوف أنه العم جاي يعني مثلا يجى ابني بيسألني بيقول لي أول مرة بيقول لي بابا بدي أطلع فقلت له عمك شو قال لك قال لي قال لي آه سألني أول مرة ثاني مرة تصل فيه من برة بقول له أنت وين؟ آه لما أنا سألت عمي تقول لا لا تعال 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 بس أنت فاهم غلط هذا الخرم هذا المشكلة المشكلة لين؟ المشكلة لما يكون فيه طلب من الأبناء ويكون هناك رفض من الأباء فينتقل الأبن مباشرة إلى من؟ السلطة العليا العليا يروح يدي ترى أبوي قال لي لا أو أمي قالت لي لا مع شوية دراما معك أصبح خاطر شوية وأنا وكذا وإلى آخرة فيقول الجد روح روح من وضع عندي آه عندما تدخل أنت كأب وين والدي؟ والديك طلع من قال لي طلع؟ أنا قال لي طلع هل تقدر تكلمه؟ أسقط في يدك لا تقدر تتكلم فلذلك دخول أو تدخل الأب والجد والجدة في التربية مهم لأن يتعلمون منهم عادات تقاليد غافة خبرات وإلى آخرة كثيرة لكن هناك ضابط واحد فقط نحتاج إحنا فعله بين الآباء والأجداد شيء واحد أني أنا أجلس مع الجد الجد والجدة أنا كأب وأم تكفى يا أبوي وهذا حصل معي عشان نكون بتجربة حقيقية لما أجلس مع الجد والجدة أقول لهم هذا الولد ولدكم سووا معه اللي تابونا لكن شيء واحد ما تكسروني شيء واحد إذا طلب منكم شيء بس قول له سألت أمك أو سألت أبوك فقط عشان ما تهدم كل اللي ببنيه علشان شفت الهدم هذا الهدم يأتي بلحظة لكن مشكلة ليس الهدم الهدم ينبني مرة ثانية لكن هناك شيء واحد إذا ضع الهيبة ما رح يرجع قيمة القرار الهيبة الهيبة هيبة القرار بس ليش انتقل إلى السلطة عليا بدي يكسر قرارك هي شرخ في الحائط بس أيوه باب داخلي وإذا استمر انتهى وورا الحيط صار أصلا سينيديك من بره شباب طيب أنا في عندي كمية أسئلة رهيبة شكلنا هنعمل بودكاست ثانية دكتور أيوني دك المساعدة المنزلية أو الناني المربية ليس المربية اليوم قاعدين بيلعبوا دور كبير جدا نعم في المجتمعات لدرجة أنه أنا بعرف أطفال يتقنوا اللغة الإنجليزية بطلاقة ويتقنوا التغالوج بطلاقة ولا يتكلموا سوى أربع خمس كلمات عربية مع العلم أن الأب والأم ما عندهم هالطلاقة باللغة العربية السبب وبالتالي تأثير المساعدة المنزلية سواء كانت ناني سميهم خدم سميهم ماشئت طباخ مربية دورهم في التربية يعني صار رئيسي قد يفوق دور الأب والأم بل صار دور الأم طيب كيف شو رأيك بهذه الظاهرة وما تأثيرها على المدى الطويل خسارة الأبناء راحوا طبعا لأن نحن عندنا قاعدة في التربية الأم ليست التي جابت الأم التي ربت صحيح تمام إذا كانت العاملة المنزلية مثلا أو الناني على حسب المصطلح أهي الأكثر تفاعلا مع الأبناء أهي اللي تجهز لهم الأكل أهي اللي تلبسهم أهي اللي تتكلم معهم أهي اللي تلعب معهم كل شيء أنا شفهم يشبهوها في شبه شوي منها والله بتكلم جد وارد يعني التصرفات وردات الفعل على بعض الأمور والضحكة أنا بتكلم جد قاعد بسبب الاحتكاك المباشر الميميكينج اللي بيصير عند البشر أي وهذا الاحتكاك هم خصوصا أطفال أطفال حلق التخيل شو بتقول لك بتقول لك مثلا البطة لما بتني بتصير تقلد أي مخلوق بيمشي قدامها أولها وكذلك الإنسان على فكرة ولكن الإنسان بياخد فترة أطول بالميميكينج وهذا الأصل الأصل فيها أنه يقعد الأبناء مثل السفنجة صحيح يأخذ من كل شيء المحيط كل شيء صحيح حتى كرتون اللي هو البابا يحن نسميه يأخذ منه فلذلك منه أكثر شخص يتفاعل معه الابن سواء كان الناني كان التلفزيون كان الآيباد أي إن كان رح يأخذ منه النصيب الأسد نصيب الأسد فالناني داخل البيت إحنا عطيناها بعض الأباء يعطونها مسؤوليات أكبر من مسؤولياتها أو مساحة أكبر من مساحتها لي أنا جايفة عشان أنا أرتاح لا هي مو دور هنا تقوم في مقام الأم ولا في مقام الأب هي لها دور معين تخدمتش في البيت أو تساعدتش في البيت فقط لا وفي خطوط حمراء لازم ما تقطعها أبدا جدا أنا عارف بعض الأبناء يقول كل أسرارها للناني مو للأم ولا للأم لا لا ولا الأم ولا الأب أنا عارف بعض البيوت لم يصير اجتماع وليها أمور الناني هي تحضر هي تسجل هي تسأل عن الولد شنو دراسته شنو طريقته شنو ما هو المطلوب مني أنا أسوي معه؟ ممكن الطفل يصير يحبها أكثر من يحب أمه؟ حط الأثنين جدان بعض وقل أختار واحدة سيروح لحق الناني لأن الطفل يقرر بعاطفته ممكن يعمل بالأم؟ هذا المشهد اللي رسمته مسمى أم بس إيش ممكن يعمل فيها لو فعلا حصل الأم شم سيحصل فيها؟ تدمر الأم تتحسى فقط شعر راسها لما نقولها غير جع فيتش الزمن ماذا تفعل؟ تقول أصلاً ما أجيب ما أجيب أي شيء غالة أصلاً في حياتي وإذا أجيبها لها وقت معين حال حال الوظيفة فقط لها غير وهذا الأمر ليس فقط على علاقة الناني بالأبناء حتى على مسؤوليات الأبناء سيكونون اتكاليين أكثر من ما يتحملون مسؤولية لأن هناك أحد وراهم يشيل، يحط، ينظف، يرتب، وإلى آخر يكونون ضعاف شخصية لأن هناك أحد يقوم في مقام الأب والأم كمثلاً طلعات مثلاً الأب يأخذ ابنه يوديه مثلاً جمعية أو الفرق أو السوبر ماركت هذه العلاقة ستشكل ذاكرة مثل ما تفضلت مع واحد من الشباب لكن عندما هي النانية تذهب وترجع هي التي تأخذ مقام الأب لا يمنع أن تذهب مرة أو مرتين أو ثلاثة لا يمنع لكن سنتكلم عن شكل المستمر، شكل الدعم هذا أخطر ما يكون عليه فلذلك أنا أنصح دائماً أن الناني يكون لها دور معين والناني ليس لها مسؤولية تربوية بالمقصة هي لا تعلم الأبناء ولا تربي الأبناء ولا تشارك ولا تشارك يعني تشارك في شيء بسيط بثقافة معينة لكن ليس بالمبادئ لا المبادئ لا في القيم لا في الفكر لا في السلوكيات نهائياً هذا دور الأب والأم لكن أنا عندي واحدة في البيت لكن عندما عيالي يتعلمون منها لغة بالأكسر هذا شي طيب طبعاً يصبح لديهم لغة ثانية اللغة ثالثة لكن هل يأخذون في السلوكياتها؟ لا هل يأخذون في ثقافتها؟ لا يتعلمون ثقافتها؟ نعم نعم نحن نحط حدود الآن البنت عندها مشكلة من يدخل؟ الناني ولا الأم؟ الأم أكيد الغرفة من ينظفها؟ أنا رأيي البنت والولد يشاركوا بالتنظيف لازم لازم أنا لدي قاعدة في البيت بعد الساعة ثمان مساءاً لا يطلب منها أي شيء خلاص وقت راحتها تبقى أي شيء يا عيالي؟ أنت تذهب نفسك تذهب نفسك تذهب نفسك الغرفة أنت تنظفها في أي وقت هي ليست مسؤوليتها أن تأتي وتشيل من بعدك هي مسؤوليتها مسؤولية محددة تساعد الأم في بعض المهم وهذا الأصل حتى نعلم أياننا بكرة لما سألت أمي و أنا صغير قلت لي أن أتزوج و كان عمري 15 سنة جيل اندفاعي قلت لي أن أتزوج صدتني مرة الأولى مرة ثانية مرة ثلاثة إلى آخرة فقالت لي من 15 سنة لتتزوج 15 سنة و أنا إحنا عليها كنت في الثانوي فقالت لي كلمة و ما أنساها إلى اليوم قالت لي يا والدي تريد أن تتزوج؟ ما رح تتزوج إلا لما تشيل ملابسك عن الأرض الله يبارك الله تدري ما فعلت فيني؟ من يوم أنا أشيل ملابس من الأرض عندما في الحياة الزوجية تشوف الموضوع وترمي ملابس في الأرض أمام زوجها من بيت مختلف من ثقافة مختلفة ما تقول عنها؟ تقول أنا عندي طفل رابع أو طفل ثالث صحيح ما ربه أمه أبو ما علمه ممكن تنقال في الداخل الناس أنا زوجته مو أمه أحسنت ولا الخادمة ولا الخادمة والأبناء إذا شاهدك ما رح يسير؟ هي عملية تواصلية هي عملية متداخلة مع بعض من أهم الأم ولا الأب؟ أي أهم هينك لمين ولا يسار؟ كل واحد لا طبيعته، كل واحد لا مكانت الاجتماعية، كل واحد لا مكانت التربويه، أثنين هم ما في واحدة أهم من التاني؟ لا، تربويا تربويا الأثنين مع بعض قيمة اجتماعية الأم أعلم الأب قيمة اجتماعية الام اعلى من الاب ولكن تربويا تربويا الاثنين لان الطفل سواء بنت ولا ولد يأخذ من الاثنين انت تتكلم مثاليات دكتور ولكن الواقع مين بلعب دور اكبر اللي لعب دور اكبر هنختلف مين بلعب دور اكبر الام طب ليش قلت الاثنين لانها صارت هيك مش عين يمين ولا شو صارت هيك اغمز اغمز نص غمزة في فرق في مكان اجتماعية اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حقوا الناس بحسن صحبتي يا رسول الله قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك صحيح اذا في مكان اجتماعية تمام يعني هذا مثال لما تدخل البيت تتحب رأس امك ثلاث مرات وتحب رأس ابوك مرة اذا تريد تطبقها تمام الام هي الاساس التكويني النظامي داخل البيت الاب ما يقدر يصنع الاب تابع للنظام ولا يخلق نظام واضح فكرة احنا دايما انتفع احنا اتفعنا من اول الفودكاست يا دكتور اي روتين الله يخلينا الروتين لا روتين واحد انا بقصة روتين واحد اه الله يخلينا الروتين اهامين يا رب المرأة تستطيع قدرة المرأة الادارية اتكلم مع التعامل مع الابناء وليس مع موظفيين وشركة وآخر مع الابناء قدرتها اعلى من الاب تتحمل اكثر من الاب الاب يسمع صرختين في البيت بجن او يكون يصرخ معهم واضح لكن الام ما عندها مشكلة طيب انا لاحظت شيء دكتور يعني انا مثلا اعطي لك مثال من تجربة او قل لي ليش هذا الشيء بيصير الولد مع الام او البنت مع الام ممكن يجننها يشيب شعرها وهي تركض وراء تقول له طب بس كل تمام وبتلاقيها منهارة عصبيا انه ما اكل طول النهار وانا باخده معاي برميه في المكتب ولا برميه في المحطة بيجي بعد شوي بقول لي بابا والله ولي لو سمعت بدي ااكل فلما بروح بقولها ترى كل مرتين بتقول لي كيف انتو سحرة ولا هم مستقصديننا يعني هم بيعذبونا اشرح لي الظاهرة هي لانه اتوقع انها منتشرة وبكثر في كل بيت يعني ليش الاولاد بعض الامور اللي بتوصفها الام انها مستحيلة انا بلاقيها بتحصل بشكل طبيعي من غير محاول حصلت بروحها لحالها يا سلام عليك الام دايما هي الاحرص والولد عارف والولد عارف شوف الروتين لما يصير في البيت منه اكثر واحد في البيت يشتغل عليها الروتين الام فالام هي اكثر علاقة مع الابناء فالابناء حافظين الام امية بالامية انت حافظينك 99 بالامية تمام كاب انبريدكتوبل مش مفهوم ايش بتيعني شوفت هذا الواحد بالامية هذا هما يعني يحاتون كثير وهذا لنا بعدين ان شاء الله اذا صار في مجال نتكلم عن الواحد بالامية فالابن عارف الام يعني خير معرفة وعارف اني انا ما اكلت امي راح تيه وتقول لي اكل فمش حاكل وبعد الثالثة امي راح تبطل ما راح تقول لي وانا اكل هيصير عندها انهيار عصبي وهذا الشيء يستمتع فيه طبعا طبعا الاولاد فيهم جزء شرير فيه جزء ذكاء شرير شرير ذكاء شرير يعرف لكن هالذكاء هذا عشان هو يتعلم زيادة يعرف ان الام هذا حدها هذه قدرتها شنو الحد الام اللي تقدر عليها وين بتفشلة وين؟ وين بتوصل تمام اكيد في النهاية الام راح تترك ولدها يجوع الاب ممكن راح تنام وهي التأنيب الضمير عندها الاب ممكن الاب ليس عاطفي في المقام الاول اه جوعا اكل اه مو جوعا خليك طيب هاي النصيحة الان في خليناقول الاف الامهات سمعونا نعم طيب هل يمكن انه الامهات يتعلموا ولا لا يمكن هي شيء خارج عن يعني هيتعلموا هاي الموهبة اللي هي خليه جوعا اه او عفوا عنه مدرس خليه سقط اه يعني مثلا انا لو اجا الولد قال لي بديش يروح المدرس بقول له بلاش قعد بالبيت فهو بيفكر لوهلة انه ما له المجنون هذا هذا المجنون شو مو نفس اموي اه لا بدي روح استنى استنى انا بمزح والله اه لا لا بروح بروح اه فهل يمكن انه الام تتعلم هذه الاسكيل هاي المهارة التربية مبنية على المهارات اه تمام التربية مبنية على المهارات في المقام الاول في فطرة نعم الفطرة هي تشتغل لثلاثين اربعين بالمئة فقط لكن تحتاج الى هذه المهارات هل الام تقدر؟ نعم تقدر وهذا نسميه تحكم العاطفي الام عندها عاطفة عالية فما تجد تحجب هذه العاطفة اذا حجبتها تحس بتأنيب ضمير فلما يصير الليل والاولاد مثلا الولد اكله بس توسته ونام شح وشتأني بضمير من بكرة تجيب له هدايا احنا عادي بصحة بصحة صبح بياكل احنا ان شاء الله ما يتعش وينام بصحة الصبح بياكل ما عندها مشكلة اه ما اشتكى نام على معدة فاضية ما اشتكى بانثال ابسط الولد جاء ونام في ملابسه ما لبس بجاما ونام انت عادي انا عادي بصراحة ما عنده مشكلة اه وين المشكلة؟ هل احنا نشوف ان اراها مشكلة؟ هم يرونها ان هذا كسر النظام اه هم اي شيء يكسر النظام يخافون خروج عن المقلوب ايوة واذا بعد انت الابت وتكسر النظام بزيادة؟ لا انت هنا تصير انت انسان شرير احنا نشرار عادي فهي ترى ان لا ان هذا جزء من الروتين الهواز المتعلم يلبس بجامته احنا الاباء ما عنده مشكلة المهم نعم مرتاح فالعاطفة تعلم الاباء بشكل عام عندهم قدرة عاطفية في التحكم تحكم عاطفيا الامهات لا الامهات لا اعطيك مثال بسيط ان البنات بشكل عام اذا فرحت تبكي اذا زعلت تبكي اذا مضايقة تبكي صح؟ سلوك واحد لعدة مشاعر الاب اذا فرحان يبين عليه اذا معصب يبين عليه اذا مضايق يبين عليه الام في الغالب لما تسألها تقول لها ماذا فيتش؟ لازم تعرف لوحدك تقول لك لا يوجد شيء يعني انا عندي قاعدة شخصية هي ليست علمية وليست عشان بس نكون واضحين اذا الام او الزوجة متضايقة اي ان كان وفي سألتها قلت لها عسى ما اشار شنو فيتش؟ قالت ما فينا شيء اعرف انها فيها شيء اه مي بني ومطلوب منك تكتشف هذا الشيء ولو تموت ما بتقول لك ما رح تقول لك لازم تكتشف واذا ما اكتشفت انت ما تحبني اه واتغيرت اه ايه انت غيرت ايه وغالبا هتعرف مين اللي غيرك يا سلام وانت معارف ايه وانت رح تصير سبب انك زعلتني وانت لازم تيتراضيني اصلا معنى يزعلان على شيء ثاني معنى العلاق موضوع ما لا علاقة ببعض اه لكن الرجل يحب ان يكون الامور واضحة بالنسبة له اه اسأل اجيب ما لك اه بالضبط الشاهد نعم التربية قدرة على العاطفة وفي استثناء في استثناء انه في بعض الاضاء يعني تكون عندهم صفات الام العاطفة اعلى الحرص اعلى الام يصبح عندها العكس صفات الام اللاموبالاة اللاموبالاة موجودة هو في موبالاة لكنها يستطيع التحكم فيها دكتور لما اعطي لك طفل والطفل هذا انت كخبير طلعت لقيت فيه خلل نعم بتعرف الخلل من وين جاي من الاب و من الام ايه بشكل واضح 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 جدا وبتعرف اللوم على مين تعرف الخطأ من مين وتعرف التقصير من مين وتعرف ما هي السبب الرئيسي الرئيسي انا اتكلم تمام وتعرف كيف تعالج الموضوع اذا بتقدر قلنا الغالبية من اللي بتشوفهم اللوم على مين يقع الغالبية على الام الغالبية هايقولوا انك منحاز للرجال لا انا اتكلم عن الغالبية لكن كل مشكلة ولها وراها صب شو الخطأ الرئيسي عند النساء عند الام الاكثر شيوعا خيري نقول الاكثر شيوعا ان هي تعمل كل شي حق ابنها تدرس عنهم هي تدرسهم تقلق عنهم هي تتفاعل معهم عفوا بالانفعال اقصد يعني هي لتحزن لحزنهم تضحك لضحكهم اي ان كان وهي ليست مسؤولة عن هذا الشي دايما تلقي اللوم على نفسها دايما مقصرة دايما هي اللي ما تعطيه دايما بهذا القبيل فهذا الشعور يولد عندها بعض السلوكيات الغير مفهومة عند الابناء او بالنسبة لها ان هي رضا للابناء فانا اعطيه ازيادة اهتمام او اعطيه الاخرة في بعض السلوكيات تصدر من الام من باب التشجيع ولكن هي تدمر الابناء مثلا ما قارن الابناء بينهم بين بعض لما قل والله يا محمد شوف اخوك احمد شون قاعد يدرس صير مثل احمد شلون كذا فهي نيتها ان تشجع ابنها لكن هي ما تدري انها قاعدة تقارن ابناءها في بعضهم فقاعدة سبب عداوات ومشاكل بسبب هذا السلوك البسيط فلما يصر عندنا هذا النوع من السلوك من الام فاكيد راح يخلق من وراها مشكلة الامر الثاني اغلب المشاكل من الامهات هو خلل النظام خلل النظام في البيت يعني في الغالب ما يوجد نظام في البيت ما قصد فيه روتين اقصد بنظام في البيت طيب دكتور عنا اخر سؤال من هون وبعدين في عنا سؤال واحد هذا السؤال ان شاء الله سترد عليه اللي بعده لك الحرية في الاجابة عنها ان شاء الله طيب هذا السؤال بقول لك كيف بنخلي ابني يدرس الامتحانات وهو مش راضي متابعتك من الجزائر وهو مراضي مراضي سيد ام تسأل مؤدري ان الام النظام والروتين والحرص الزايد هذا امر طبيعي شوف احنا عندنا في قاعدة في الدراسة دورك كاب وام انك تعلم ابنائك كيف يدرسون وليس دورك انك تدرس ابنائك مو وظيفتك اللي بياكل عدرسه بنفع نفسه بالضبط تعلم ابنائك اذا درست رح تحصل على واحد اثنين ثلاثة اذا لم تدرس رح يصل واحد اثنين ثلاثة في الغالب في الغالب ان امر الدراسة لما اقول حقولدي يقوم ادرس اذا غبت غابد الدراسة اذا غبت غابد الدراسة طبعا لان وجودي هو المحور الرئيسي في هذا الموضوع لكن الاشكال لما اتفضلت فيه الاخت في الغالب فيه ان امر الدراسة يكون في الوقت الخطأ يعني ما اقول حقولدي يقوم ادرس وقته خطأ ممكن يكون بالنسبة له خصوصا اذا كان هذا الابن مراهق يمكن ان يكون مراهق عنده شخصية استقلالية مزاجية وغيرها من هذه الامور فلما اقول اقوم ادرس يمكن ان يكون في وقت واحدة فطبعا سيقول ايش لا مو وقته بعدين والاوم شنو تحن و تزن مراهق عاني والابن نفس الشي فتصير شنو صدامة وهيجي يقول لك من المحا اوم عندها ايجا تلت لي اوم اي صح لكن شنو الطريقة الاسهل والاسلم حشان شنو نقول دائمان تربية اسهل لما اسأل والدي اقول له يا والدي متى حاب تدرس اي ساعة انت حاط في جدولك تدرس والله يمانا بادرس ساعة تساعة تمام تساعة يعني تساعة اشوفك في المكتب تقع تدرس اي امه خلاص اوكي لازم اعطين مساحة هذه لازم اعطين القرار والمسؤولية لياخذها ليش الاولاد لما تقولهم امونا ما بتذكروا الدراسة والاكل والشرب والعطش والجوع والحب والحنان بصير يحضنك كل شيء اه بدوش يناب اي كل شيء لانه مو وقت النوم يعني حتى لو الساعة صرت 11 بالليل دكتور لا لا هذا امر اخر لكن شوفك في وقت من الابناء يفرض عليهم امر معين هذا الامر لما يفرض عليهم فرضا ليس في محلة ليس في وقت الابناء فدايما يتعدر في اي شيء اخر عرفت علي هني نأتي الى مرحلة الحزم او انا لازم او في البداية لازم اكون انا معلم عيالي على وقت معين وقت النوم كذا وقت النوم كذا جعت مش مشكلتي مو مشكلتي انت كان عندك وقت تاكل صح صح روح انا اذكر والدي اسبوع الماضي عشان بس اكون واقعي انا بيتي ترى حال بيوتكم يعني لا تقول بيتي مثالي لا 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 يمكن انا اكثر واحد اخطأ والدي كان قاعد يأكل كنا نراجعين المدرسة فجلسنا انا وياه نتغدى لان نحن نوصل متأخرا انا وياه فننتغدى مع بعض والام جالسة فقدت حق والدي سعود ليش متاكريبة كل يبانا شبعان يعني مانيوا عن كثير الام شون قالت اكل اكل خلص اكلك لازم تخلص اكلك طبيعة حرصا منهم يابون يتغدون علشان يكبرون لكن ما يعرفون انه هذه طبيعة الانسان خلص 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 بس حياته ليس فقط اكل فاللفيت عليه قلت له يا ولدي خلص انت شبعان نقول لي ايه قلت له خلص هذا اكلك طول اليوم روح لعب 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 ادرس خلص لكن زيعت رح ترجع تاكل ايش صحن هذا نفسه ما في شيء اخر فهو مطلوب الانسان ما صار عنده خيار صار عنده خيار حسنت يعني انا اكل اكلي الانسان حتى اقدر اكل اشياء اخرى بعدين او اني انا خلص فعلا اروح لعب واستانس وهذا الاكل اكله فحنين شو نعطينا الابن شو سوى قال خلص قال لي خلص لا لا قال لي بو خلص انا انا اكل نفس اكلي يالله يرضى علي قلت له خلص توكل عليه ليش انا انفعل معاه في هذا الموقف انشأ صدام صح صح ما مننا فايدة طيب دكتور الان انا التقيت كان مفروض اني التقيك في لندن الآن السؤال هذا تعود حرية الاجابة اليك بشكل عام نعم واذا ما بتحب تجاوبه يزال كله من البودكاست مع السؤال اتقابلت فيك مفروض اني اتقابل فيك في لندن كنت في رحلة علاجية نعم صحيح انت واختي واختك نعم ممكن لو سمحت تقولنا اذا بتحب تقولنا شو اللي حصل اللي حصل طبعا بعيد شار عنكم نغتي فيها فشل كلوي ففي بريطانيا ما في نظام التبرع بالكلام من يعني اي احد اخر الا من العائلة والعائلة الاساسية يعني اخوان والاب فالكلام من زمان نتكلم من قبل عشر سنين تقريبا اكثر من اصابها المصاب اللي هي فيه فاقدمت ان انا اتبرع يعني لازم اتبرع هذا اختي في النهاية فالوالد رفض يعني رفض في البداية لان في الكويت عندنا يمكن امر شوية اكثر مرونة لكن الامر موجود في نيتي موجودة صلى الله عليه وسلم ان اعادلنا عليها فهذه اختي اذا انا ما كنت مساندها في حياتها زي متى ساندها متى اعطيها متى اكون لها ولو تبين مو بس واحدة اعطيها ثنتين فصار التبرع في الكلاة في بريطانيا والحمد الله امورها طيبة والامر كان مستقر وسبحان الله تيسير اللي انا شفته في الرحلة هذه يفوق الوصف طيب السؤال شوف انا دكتور انا اغبطك ولا اتمنى اني اجرب اللي جربته يعني انا بحستك عالشعور اللي عندك ولكن لا اتمنى حبا في من حولي باختي واخوي بامي وابوي وكلهم ولكن اغبطك ليش لانه انت حسيت بشعور يقال اعلى مراحل ومستويات السعادة هي شعور العطاء وانت اللي اعطيته ترى مو سهل يعني شعور ما في كتير اغلب المتابعين ما حسوه ولكن ما هو شعور انك لما تتقابل انت واختك وتكون عارف انه احد اعضاءك ينبض داخلها وهي والاهم الاهم اتمنى لو اسمع طراحة شو شعورها هي الله يخليكم لبعض اللهم امين يا رب اللهم امين طبعا انت ما تقول شعور اوصفها ما في كلمة اقدر اوصفها لك فهذا الشعور يعني يكفي انه انت حيات انسان انت حيات انسان وانسان غالي انسان غالي انسان جزء منك يعوض الانسان في كل شيء الا الاخ كل شيء يعوض فيه الام يعوض بام اخرى الاب يعوض باب اخر الاخ اذا راح ما في اختاني فهذا انا سمي حق الاخوان على الاخوان بابسط الامور يعني هذا شيء لا ارادة مفوض يحدث اذا كان هذا الموضوع انه في حياة 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 يعني حياة اسر كاملة تتكلم اسألك اغبة سؤال في التاريخ هل يحبك اختك هل تحبك اختك اوه لا لا كثير من اختيل اكبر مني اخوان الحمدلله كنا نحب بعض لكن سمح الله صار علاقة مختلفة تماما جدا يعني راح تجد ان الامر اصبح اقرب نحس ببعض اكثر الله يخليكم الله عمد يا رب دكتور اسمع انا دايما كنت دايما بتساءل انه ليش بحب هذا الشخص بهذا الشكل ولكن اتضحت الرؤية الله يديم المحبة يا رب نعم يا رب العالم تحياتنا للك شكرا جدا لحضورك الله يحفظكم نحن جدا فخورين انك تخيلت معنا يجمع اطول بودكاست في التاريخ ايش يا مختار ما لك ليش متأثر ان شاء الله دايما نسمع عنك اخبار طيبة امين يا رب اياك انا مش عارش اقول لك انا عادة بعرف اتكلم كتير احسن من هيك ولكني يعني شكرا لك مرتين والعفو انت المشكورين على هذه الدعوة صراحة وانا اللي سعيد جدا انا شفتكم وتعرفت عليكم عن قرب والاخوان اللي نسمعهم خلف الكواليس دايما نسمع اسماءهم وشوفناهم كيف هالشباب والنعم والله والنعم والله والنعم من خيرة الشباب والله منك والله منك والله منك والله يحفظهم ان شاء الله جميعا والنسى الله سبحانه وتعالى اننا قدمنا شيء النافع والمفيد حق المستمعين البودكاست والمتابعين وكذلك اننا يسامحونا على تقصيرنا يعني احنا يمكننا مقصرين كثير معاهم الله يساعدك يا رب و يخلينا ياك و لنا لقاء قريب بالكويت نتخيل هناك بإذن الله اكيد العين لك اوسع من المكان يا حبيبي الله يحافظك شكرا حافظ